روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شابا فقال هذا الحديث صحيح؟ هذا الصيام صيام رمضان كان نبي سيقبله وصائم ويباشره وصائم عليه الصلاة والسلام فالصائم له يقبل امرأته فلو يباشرها وصائم إذا كان يأمن وقوعا ذحشا إذا كان شهوته لتت سريعة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه أما من كان شهوته سريعة يقبل ينزل مني أو يخشاني جامع فأين هو اجتنب ذلك؟ ويلوى أنه صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان في قبلة ومنعها آخر فلوضر في ذلك إذا مرخص له شيخ وإذا الذي نهي عن ذلك شاب هذا لو صح يسنله ضعف وهو أبو داون لكن لو صح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى فلهذا نهي عن مباشرة لقوة شهوته ولكن هذه ضعيف وهذه الصحية دالة على جوازه لجميع هذه الصحية دالة على جواز مباشرة للمرأة وتقبيلها للصوم من الشاب والشيخ جميعا إلا من قوية شهوته وخافة من شر راحشة فلا فإنه يترك إلى ذلك ولو أنه شيخ معظ الشيوخ أشد شواتا من الشر